من ضمن الاسئلة ممكن اعرف مستقبل معهد ستة اكتوبر العالي للسياحة والفنادق مستقبله حلو في الشغل ولا لأ? انا الحياة ما عاديش ريفرنس او مرجع لكل المعاهد والاكاديميات هكون كذاب لقلتلكه كده. ولكن انا نصحت لهو معهد معتمد مجلس الاعلان للجماعات يعني باجل التجنيد الى اخره. فنصحتي اللي هيعمل مستقبل حلو لقى في الشغل هو مدى حبك لمجال السياحة والفنادق. لو انت مهتم بالعمل بالمجال ده لو انت حبه لو انت لغتك الانجليزية كويسة هتمشي فيه عندنا الفنادق في الغرداء او الشهر من الشيخ والفيلماطق السياحية بيطلبوا جدا ناس خرجين امور الخاصة بالسياحة والفنادق سواء معهد المستقبل او غيره معهد ستة اكتوبر. فده اللي انت حابب تحدده من البداية لو انت ملكش في الجو بتاع السياحة او كده ممكن تشتغل اي حاجة اخرى زي حاجات ادارة اي حاجة ودي بيتساوي فيها الجميع ولكن نصيحتي حاول انك تشوف مكان او مجال انت حابه لو انت حابه كمل فيه والارزاء على الله ولكن لو هتكمل في مجال السياحة كلما كان لغتك الانجزاء جيدة كلما كنت افضل من هذا الجانب بيرفع البروفيل بتاعك او الشكل بتاعك او يعني القوة بتاعت السيفي بتاعك وبيخلي عندك القدرة على نجاح في سوء العمل وربنا وفقك واكتبه كل خير بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو لمتابعك الجديد